في هذه اللغة تعالوا يا ابناء العزاء نتناول هذا الفرع تعريفه ونتناول أنواع الصور البيانية والصور الجمالية المقررة عليكم هذا العام ابناء العزاء البلاغة تعريفا في اللغة معناها الوصول الوصول والانتهاء حيث نقول بلغ الشيء أي وصل إليه وانتهى إليه فالبلاغة في اللغة معناها الوصول والانتهاء أما لو عرفنا البلاغة ابناء العزاء اصطلاحا فالبلاغة هي تأدية المعنى الجليل العظيم واضح بعبارة صحيحة واضحة لها أثر في النفس خلاب يعني يستطيع المتكلم والمتحدث أن يكون كلامه وألفاظه مطابقة لحاله فالبلاغة هي مطابقة المعنى لمقتضى الحال أي مطابقة معنى الكلام الذي يتحدث به الإنسان لمقتضى حاله فلو بصنا يا ابنائي لتعريف البلاغة اصطلاحا علم البلاغة هو العلم الذي يؤد المعنى الجليل أي العظيم واضحا بعبارة صحيحة لها في النفس أثر خلاب أي رائع وجزاب أو نقول البلاغة هي مطابقة المعنى لما يقتضيه حال المتكلم من فصاحة وألفاظ لو بصنا أبنائي هل لاقي أن التعبير اللي بيستخدمه المتكلم أو المتحدث بيستخدم التعبير إما تعبير حقيقي أو تعبير خيالي والتعبير بهذا الشكل ينقسم إلى نوعين النوع الأول أبنائي هو التعبير الحقيقي التعبير الحقيقي هو استخدام اللفظ في معناه الحقيقي التعبير الحقيقي أبنائي أستخدم اللفظ في المعنى الحقيقي فعندما نقول البترول عماد الصناعة هذه ألفاظ استخدمت في معناها الحقيقي توضح لنا أثر البترول أنه أساس الصناعة المثال آخر أبنائي الأم تزاكر مع أولادها ألفاظ استخدمت في معناها الحقيقي حيث نوضح في هذا المثال أن الأمة تزاكر مع أبنائها يبقى التعبير الحقيقي أبناء العزاء هو استخدام الألفاظ في معناها الحقيقي أي دون الخروج عن المعنى إلى معاني أخرى أو مظاهر أخرى أما التعبير الخيالي أو التعبير المجازي أبناء الأعزاء هو استخدام الألفاظ في غير معناها الحقيقي إما لعلاقة مشابهة أو علاقة غير مشابهة يعني أجيب اللفظ واستخدمه في معناها الحقيقي تمام بس أطلع منه لمعنى آخر لعلاقة مشابهة وفي هذه الحالة يكون المعاني متعددة والتعبيرات مجازية وتسمى في هذه الحالة الصور البيانية لبصرنا من مثال أبناء العزاء البترول هو الذهب الأسود الألفاظ استخدمت أبنائه في غير معناها الحقيقي فالبترول ليس بذهب ولكن وضحنا في هذه الجملة قيمة البترول العظيمة حيث أنه يعتبر بمسابة الزهب الذي يعتبر من أنفس وأغلى المعادن فتم الخرود عن المعنى من استخدام اللفظ في معناها الحقيقي إلى معاني وصور خيالية جميلة وهو تشبيه للبترول بأنه ذهب أسود الأم مدرسة في هذه الجملة قمنا بتوضيح أن الأم تقوم بتعليم أبنائها فتم تشبيه الأم بالمدرسة الأم مدرسة ألفاظ استخدمت في غير معناها الحقيقي بالمسالين أبناء السابقين قمنا بتوضيح التعبير المجازي الذي يتناول فيه الكاتب أو الأديب الألفاظ في غير معناها الحقيقي ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى الصور البلاغية الموجودة في البلاغة الصور البلاغية أبنائي أربع صور حيث التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز المرسل هذه الصور الأربع أبنائي هي صور بيانية أو صور خيالية أو صور جزئية هذه الصور ما سوف نقوم بدراسته هذا العام فالتشبيه سنقوم بدراسته من حيث أنواع التشبيه وأركان التشبيه ومعنى التشبيه والاستعارة بنوعيها سواء كان استعارة مكنية أو استعارة تصريحية والكناية بأنواعها المختلفة حيث هناك الكناية عن صفة والكناية عن موصوف والكناية عن نسبة والمجاز المرسل بعلاقاته المتعددة ننتقل ننتقل إلى أول صورة من الصور البلاغية أو الصور البيانية والخيالية وهو التشبيه لو بصنا أبنائي عندما يأتي إليك سؤال يطلب منك فيه استخراج صورة بيانية أو صورة خيالية أو صورة جزئية فعليك بالبحث عن هذه الصور الأربع التشبيه أو الاستعارة أو الكناية أو المجاز ننتقل إلى التشبيه لتعريف التشبيه ومعرفة كيف يكون التشبيه في اللغة وجمال هذا النوع من الصور البيانية التشبيه أبناء المقصود به هو عقد مقارنة بين طرفين أو شيئين يشتركان في صفة واحدة ويزيد أحدهما على الآخر في هذه الصفة وذلك يكون باستخدام أداة التشبيه أي أن التشبيه هو إعطاء المشبه صفة من صفات المشبه به وهذه الصفة تكون وجه الشبه فلو بصنا أبناء للمثال الموجود عندنا الرجل كالأسد في قوته فهنا تشبيه لرجل بالأسد لماذا قمت بتشبيه الرجل بالأسد لإعطاء الرجل صفة من صفات الأسد ألا وهي القوة ففي هذه الجملة نجد الرجل مشبه الكاف أداة تشبيه والأسد مشبه به والقوة هي وجه الشبه وهذه هي أركان التشبيه حيث قمنا بتشبيه الرجل بالأسد لكي نعطي الرجل صفة من صفات الأسد ننتقل إلى بعض الأمثلة الأخرى التي نتناول فيها التشبيه لنعرف التشبيه وكيف تتم عقد المقارنة لإعطاء المشبه صفة من صفات المشبه به قال تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح بنه وكان في معزل يا بني يركب معنا ولا تكن مع الكافرين لو بصنا يا ابناء في هذه الآية الكريمة نجد هناك تشبيه في موج كالجبال فقد شبه الله عز وجل الموج الذي أحاط بسفينة نوح بأنه موج كالجبال في الارتفاع العظيم نجد في هذا التشبيه أبنائي مشبه وهو الموج أداة التشبيه الكاف والمشبه به الجبال ولا نجد وجه التشبيه وجه الشبه أبنائي نستحسه من خلال المعنى حيث أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوضح عظمة الأمواج وشدة ارتفاع هذه الأمواج فشبه هذه الأمواج بعظمة وارتفاع الجبال لكي يبين مدى ما يحيط بالسفينة من أخطار عظيمة المثال الآخر أبنائي الطفلة كالوردة أو الطفلة وردة في رقتها في الأولة أبنائي نجد الطفلة كالوردة مشبه الطفلة وأداة التشبيه الكاف والمشبه به أبنائي الوردة لا نجد وجه الشبه ولكن نستشف الوجه أو نستشف الصفة التي قمنا بتشبيه الطفلة بالوردة لكي نعطي هذه الصفة للطفلة أي الرقة والجمال ولم نأتي بوجه الشبه للعلم والمعرفة به ومن الممكن أبنائي كذلك أن يتم حز أداة التشبيه في الصورة الأخرى الطفلة وردة في رقتها ففي هذه العبارة نجد المشبه الطفلة والمشبه به الوردة ووجه الشبه الرقة فهنا نجد أن ثلاث أركان من أركان التشبيه موجودة في المثالين في المثال الأول الطفلة مشبه أداة التشبيه الكاف ووجه الشبه والمشبه به الوردة وفي المثال الآخر نجد الطفلة مشبه ووردة مشبه به ووجه الشبه الرقة والجمال في المثال الآخر أبنائي الولد سريع كالفهد الولد هل نجد مشبه والفهد مشبه به وأداة التشبيه الكاف وفي هذه الحالة نشبه الولد بالفهد لإعطاء الولد سرعة الفهد لأن الفهد يتصف بأنه أسرع مخلوق على سطح الأرض في المثال الآخر أبنائي البنت مثل البدر في الجمال البنت مشبه أداة التشبيه مثل ووجه الشبه الجمال والمشبه به البدر ففي هذه العبارة تم وجود واستكمال أركان التشبيه الأربع في المثال الآخر أبنائي أشرقت شمس الحضارة هنا نجد أنه تشبيه بليغ حيث قام بحزف أداة التشبيه ووجه الشبه ولا يوجد لدي إلا مشبه ومشبه به وفي هذه العبارة المشبه والمشبه به الحضارة مشبه والمشبه به الشمس وفي هذا النوع أبنائي من أنواع التشبيه وهو التشبيه البليغ نجد إضافة المشبه للمشبه به لأن من العادة أبنائي نجد أن المشبه يسبق المشبه به يعني الأول مشبه وبعده بيجي مشبه به ولكن في هذه العبارة نجد أن المشبه به أتى قبل المشبه وفي هذه الحالة نوع من أنواع التشبيه البليغ الذي يكون بإضافة المشبه إلى المشبه به المثال آخر أبنائي العزاء العلم نور العلم مشبه ونور مشبه به ففي هذه العبارة أو هذه الجملة نجد أن التشبيه أحد أنواع التشبيه وهو التشبيه البليغ حيث يكون المشبه والمشبه به فقط العلم نور في هذا التشبيه أبنائي نعلم فائدة النور العظيمة لأنه يستطيع أن يهدي الإنسان أو به وبواسطة يهتد الإنسان إلى الطريق الصحيح فكذلك الأمر قمت بتشبيه العلم وجعلته مثل النور لكي يكون العلم هاديا للإنسان كما يهدي النور الإنسان إلى طريقه الصحيح ننتقل بعد ذلك أبنائي لمعرفة أركان التشبيه أركان التشبيه أبنائي كما وضحت سابقا أربع أركان المشبه وهو الشيء الذي يراد تشبيه والمشبه به وهو الشيء الذي يشبه به تشبيه لابد من مشبه ومشبه به فالمشبه والمشبه به أبناء العزاء هما ركني التشبيه ركني الأساسيين للتشبيه هو المشبه والمشبه به أما وجه الشبه وأداة التشبيه أبناء العزاء فمن الممكن الاستغناء عنهما أي من الممكن أن تكون الجملة خالية من وجه الشبه ومن الممكن أن تكون خالية من أداة التشبيه ومن الممكن أن تكون خالية من الإثنين المشبه والمشبه به أداة التشبيه ووجه الشبه أما المشبه والمشبه به أبناء العزاء فهما طرفاء التشبيه ركنين أساسيين من أركان التشبيه لأن بالاستغناء عن أحدهما نكون قد خرجنا من صورة التشبيه إلى صورة الاستعارة ولكن تشبيه أي مشبه ومشبه به وجه الشبه أبنائي هي الصفة المشتركة بين الطرفين المشبه والمشبه به وتكون أبنائي العزاء هذه الصفة في المشبه به أقوى من المشبه وأشهر من المشبه ولذلك قمنا بتشبيه وإلحاق المشبه بالمشبه به لإعطاء المشبه صفة من صفات المشبه به وهي وجه الشبه ننتقل إلى أداة التشبيه أبنائي العزاء بتكون إما اس أو فعل أو حرف يعني أداة التشبيه مش مقصورة على الكاف ومثل فقط ولكن من الممكن أداة التشبيه تكون الكاف أو كأن وفي هذه الحالة يكون نرعوها حرف ومن الممكن أداة التشبيه أبنائي العزاء تكون اسماً مثلاً أو شبه أو نظير أو مسيل أو مشابه أو مناظر أو مماثل كل هذه أدوات تشبيه تدخل تحت أداة التشبيه الإسم فعندي لما أقول للجندي مثل أو شبه أو نظير الأسد يبقى في هذه الحالة أداة التشبيه أبنائي تتنوع ومن الممكن أبنائي كذلك أن تكون أداة التشبيه فعلاً حيث كلمات يشبه يماثل يناظر يضارع يحاكي كل هذه الأفعال من الممكن أن تأتي أدوات تشبيه بعد ذلك أبنائي ننتقل إلى أحد دروس القراءة المقررة علينا هذا العام وهو درس أسس النجاح في الحياة وهذا الدرس للكاتب والأديب الأستاذ أحمد أمين لو بصنا أبنائي نجد أن النجاح في الحياة أساس وهدف كل إنسان فكل إنسان في هذه الحياة يسعى لتحقيق النجاح فالنجاح أبنائي أمل وهدف كل إنسان في الحياة ولكن ما هي الأسس التي يجب على الإنسان أن يسعى لتحقيقها لكي ينال النجاح ويحقق النجاح لو بصنا أبنائي الأعزاء هل لاقي هناك أسس لتحقيق النجاح سنقوم بتناولها في هذا الدرس طيب لو بصنا للأسس دي هل يستطيع الإنسان أن يحقق النجاح دون هذه الأسس من الممكن أبنائي أن يحقق الإنسان النجاح بدون هذه الأسس ولكنه نجاح يتصف بأنه نجاح غير دائم نجاح مؤقت زائل سوف ينتهي إن عاجلا أو أجلا هينتهي في أي وقت ولكنه سيكون فمن الممكن أن يتحقق النجاح بدون هذه الأسس ولكنه نجاح غير دائم نجاح مؤقت ننتقل أبنائي إلى الدرس من خلال الفقرات التي سوف نقوم بتناولها ومناقشة هذه الفقرات للخروج بالأسس التي تحقق لنا النجاح في الحياة الفقرة الأولى التي أبناء الأعزاء هي بعنوان النجاح أمل كل إنسان نرى الفقرة أبناء الأعزاء سويا كل إنسان يأمل النجاح في الحياة رجلا أو امرأة صانعا أو زارعا أو تاجرا وإن اختلفت الصورة التي يرسمها كل لغاية في النجاح وهناك صفات كثيرة لابد منها في النجاح بعضها خاص بنوع العمل الذي يعمله الشخص فالتاجر تلزمه صفات خاصة لنجاحه قد لا يتطلب نجاح العالم أو الأديب وهناك صفات عامة لابد أن يتصف بها كل مريد للنجاح لو بصنا أبنائي للفقرة نجد هناك بعض من الألفاظ أو الكلمات التي نريد أن نعرف معانيها فمن هذه الألفاظ كلمة غايت الغاية أبنائي هي الهدف والغاية جمعها غايات وغاي كلمة صفات جمع مفردها صفة وكلمة كثيرة مضادها قليلة كلمة خاص مضادها عام تلزمه أبنائي أي يحتاج إليها كلمة مريد أي طالب أي الإنسان الذي يطلب النجاح أي يريد النجاح ومريد النجاح أي الطالب ومريد جمعها مريدون لو بصنا يا ابنائي لهذه الفقرة نجد أن هذه الفقرة تتناول النجاح في الحياة وتعرف أن النجاح في الحياة أمل كل إنسان مهما صغر أو كبر مهما اختلفت مهنته فالنجاح أمل الرجل والمرأة النجاح أمل الصانع والتاجر والزارة النجاح أمل الطالب والعامل والأديب والعالم فكل إنسان في الحياة وأبناء الأعزاء يتمنى أن يحقق النجاح ولكن لكي يحقق هذا النجاح لا بد من توافق صفات هذه الصفات تخص كل إنسان في طبيعة مهنته ولكنها تتفق جميعها في صفة عامة أي كل هؤلاء يتفقون في صفة عامة وفي أساس عام لتحقيق النجاح تعالوا نتناول هذه الفقرة أبناء الأعزاء من خلال أسئلة وإجابة على هذه الأسئلة النجاح أبناء في الحياة أمل كل إنسان وضح ذلك طبعا كما وضحنا قبل ذلك كل إنسان في هذه الحياة يسعى لكي يحقق النجاح فكل إنسان يأمل أن يحقق النجاح في الحياة مهما اختلف نوعه رجل أو امرأة مهما اختلفت مهنته صانع أو زارع أو تاجر حتى وإن اختلفت طبيعة العمل فإن اختلفت الصورة التي يرسمها كل إنسان لكي يحقق هدفه في الحياة ولكنهم يتفقون في شيء واحد ألا وهو السعي لتحقيق النجاح ننتقل إلى سؤال آخر أبنائي تختلف صفات النجاح من شخص لآخر وضح ذلك نعم فكل إنسان لديه صفات النجاح المختلفة عن الآخر فصفات النجاح التي يحتاج إليها التاجر خلاف الصفات النجاح التي يحتاج إليها العالم خلاف الصفات النجاح التي يحتاج إليها الأديب فكل إنسان يحتاج إلى صفات مختلفة فهناك صفات كثيرة لابد منها في النجاح بعضها خاص بنوع العمل الذي يعمله الشخص فالتاجر تلزمه صفات خاصة لنجاحه قد لا يتطلبها نجاح العالم أو نجاح الأديب وهناك صفات عامة لابد أن يتصف بها كل إنسان يريد النجاح أي أبناء العزاء الإنسان في الحياة يسعى ليحقق النجاح وكل إنسان يتصف بصفات خاصة وصفات العالم غير صفات التاجر غير صفات الطالب غير صفات الزارة ولكنهم جميعا يتصفون بصفات عامة ألا وهي الصفة الأساسية لتحقيق النجاح وهي الأخلاق تعالوا نشوف الفقرة في الدرس التي تتناول هذه الصفة الأساسية أو الصفة العامة التي تكون الأساس الأول لتحقيق النجاح الفقرة الثانية أبناء العزاء الأخلاق أساس النجاح والنجاح في الحياة على وجه العموم يعتمد على الأخلاق أكثر مما يعتمد على العلم ومن أمثلة ذلك ما يجاد من تجار كبار كانوا أميين بنوا لأنفسهم مجدا في التجارة ونجحوا فيها نجاحا باهرا بجهدهم واستقامتهم وحسن سمعتهم ثم رزقوا أولادا أرادوا أن يكونوا خيرا منهم في التجارة فارسلوهم إلى الخارج ونالوا الشهادات العالية في الاقتصاد وما إليه ثم عادوا وحلوا محل آبائهم بعد وفاتهم وكانت النتيجة أن خسرت تجارتهم وأقفلت محالهم بعد إفلاسهم وأصابهم الفقر بعد الغنى هذه الفقرة أبنائي تتناول صفة عامة من صفات تحقيق النجاح وأساس عام من أسس تحقيق النجاح ألا وهو الأخلاق وفي هذه الفقرة تم تناول مثال وهو التاجر الأمي الذي يجهل القراءة والكتابة ورغم ذلك استطاع أن يحقق النجاح وأن يبني له اسما عظيما في عالم التجارة ولكن هذا الاسم دام بوجوده وعندما تولى أبنائه الذين انتقلوا أو قام بإشراف وإرسالهم للتعليم في الخارج فعادوا وتولوا الإشراف على تجارة أبيهم التجارة خسرت وكسدت وسبب هذا الأمر أن هؤلاء الأبناء رغم علمهم وتعلمهم أصول التجارة الصحيحة وأسور الصناعة الصحيحة لم يحقق النجاح الذي حققه والدهم لسبب وهو عدم اتصافهم بالأخلاق التي كان يتصف بها الأب نتناول هذه الفقرة وأبنائي من خلال الأسئلة التي تجيب على هذه الفقرة وتوضح صفة الأخلاق كصفة من صفات وأساس شديد وهام من أسس تحقيق النجاح الصحيح الأول الأبنائي على ما يعتمد النجاح في الحياة مع ذكر مثال يعتمد النجاح أبنائي في هذه الحياة على وجه عام وعلى أساس عام ألا وهو الأخلاق في العبارة عرفنا أن النجاح تم للتاجر في تجارته لأخلاقي وليس لعلمه في حين أن العلم الذي تصف به الأبناء كان سببا أو كانت أخلاقهم سببا في فساد وكساد هذه التجارة فالوجه الأول والأساس الأول لتحقيق النجاح في هذه العبارة هو الأخلاق يبقى يعتمد على الأخلاق أكثر مما يعتمد على العلم ومن أمثلة ذلك كما قلنا أبنائي مثال التاجر الذي كان قد نبغ في تجارته ووصل في تجارته إلى مكان عظيم بأرباح عالية وأراد لأبنائه أن يكون لهم حظ في التعليم في مجال التجارة وفي مجال الصناعة فأرسلهم للخارج لكي يحصلوا وينالوا على الشهادات العالية لكي ينفعوه في تجارته وعندما عادوا من الخارج وتولوا الإشراف على تجارة أبيهم بعد وفاته قد أصابت هذه التجارة الكساد وخسرت تجارتهم وأصابهم الفقر بعد الغنى فمن هذه الفقر أبنائي يتبين لنا أن المسؤول عن نجاح الأولين وهو الأب وفشل الآخرين وهم الأبناء هو ليس الجهل أو العلم ولكنه هو الأخلاق يبقى الأخلاق هو الأساس الأول والأساس الأهم من أسس تحقيق النجاح ننتقل إلى سؤال آخر أبنائي من الممكن أن يأتي هذا السؤال بصورتين علل نجاح تجار أمنا نجاحا باهرا وخسارة أولادهم المتعلمين في الاقتصاد أو من الممكن أن يأتي ما سبب نجاح الآباء وخسارة الأبناء في هذه الفقرة الإجابة واحدة أبناء العزاء فسواء كان سبب نجاح الآباء هو هو التعليل لنجاح التجار الأمنا فالآباء نجحوا في تجارتهم أو الأب نجح في تجارته بسبب أخلاقه العالية وحسن تصرفه مع الآخرين أما فشل الأبناء وخسارة الأبناء كان بسبب أنهم لم يتحلوا بالأخلاق فخسرت تجارتهم وكسدت ننتقل إلى سؤال آخر أبنائي علل نجاح الآباء الأميين أو شبه الأميين وفشل أبنائهم هذه الصورة هي صورة أخرى للسؤال السابق أبناء العزاء ونفس الإجابة كان يتصرف الآباء ويتمتعون بأخلاق عظيمة عالية ويحسنون تصرفهم مع الآخرين أما أبنائهم فكانوا لا يتحلون بالأخلاق فخسرت هذه التجارة التي قاموا بالإشراف عليها وتولي الإشراف عليها بعد وفاة والدهم ننتقل أبنائي إلى سؤال آخر هل العلم أو الجهل هو معيار النجاح أو الفشل وضح ذلك من خلال هذه الفقرة أبنائي علمنا أن العلم أو الجهل ليس معيارا لتحقيق النجاح ولكن كثير بدليل أن هناك كثير من التجار الناجحين أميين أو أشباه أميين أن يجهلون القراءة والكتابة ويأتي الأبناء المتعلمين والمثقفين والحاصلين على الشهادات العالية في مجال التجارة والصناعة ويفشلون ويخسرون تجارة أبيهم والسبب أبنائي في هذا الأمر هو الأخلاق سؤال آخر أبنائي ماذا تتوقع أن يحدث لو جمع الأبناء بين علمهم وأخلاق آبائهم بالتأكيد أبناء العزاء سوف يحقق هؤلاء الأبناء نجاحا عظيما مضاعفا ويحققون أرباحا أكثر من الأرباح التي حققها أبيهم يبقى ينجح الأبناء نجاحا مضاعفا ويحقق أرباحا كثيرة أكثر من آبائهم ننتقل أبنائي إلى الفقرة الثالثة وهي أمثلة لفاسد الأخلاق قد يضرب الناس أمثلة كثيرة بقوم فاسد الأخلاق نجحوا في الحياة برزائلهم حيث لم ينجح كثير من الناس بفضائلهم ولديهم أمثلة كثيرة فالموظف الأمين عاش على مرتبه الضئيل والموظف الخائن حاز الأموال الطائلة حتى لم تعد تهمه الوظيفة ثم الموظف المتملق لرأسائه قد يرقى على أكتاف الموظف المستقيم في هذه الفقرة أبنائي نجد أن الأستاذ أحمد أمين قد تناول بعض من أمثلة لمجموعة أخلاقهم فاسدة فلو تناولنا الفقرة أبناء من خلال أسئلة هل النجاح الذي بلغه فاسد الأخلاق هو نجاح حقيقي أو علل لا يسمى نجاح الموظف القائن نجاحا في رأي الكاتب نعم أبنائي في رأي الكاتب لا يسمى الشخص الذي اتصف بالخيانة أو اتصف بالتملق لرؤسائه والتملق أبنائي هو المتح والانحياز لرؤساء في صفات ليست بهم لكي ينال منهم فائدة ومنفعة فلو بصنا أبنائي أن نجاح الموظف القائن ليس نجاحا في نظر الكاتب السبب لا هو نجاح من وجهة نظرهم أما في الحقيقة هو نجاح في وجهة نظر هذا الشخص ولكنه في الحقيقة نجاح يحقره المجتمع يرفضه المجتمع ويرفضه الناس سؤال آخر أبنائي العزاء فاسد الأخلاق نجاحهم نجاح مؤقت وضح ذلك هناك أبناء فاسد الأخلاق الذين نجحوا في الحياة برزائلهم أي بصفاتهم السيئة ورزائل جمع مفردها غزيلة حيث لم ينجح كثير من الناس بفضائلهم أي هناك من نجح بصفاته السيئة في حين أن الذي يتصف بالصفات الحسنة والصفات الفاضلة لم يستطيع أن يحقق النجاح وأمثلة ذلك كثيرة فالموظف الخائن حاز الأموال الطائلة وحصل وجمع هذه الأموال حتى أن وظيفته لم تعد تهمه وكذلك الموظف المتملق لرؤسائه يرتقي ويرتفع على أكتاف الموظف المستقيم كل هذا صحيح ولكن هل نجاح هذا الشخص نجاح دائم لا ليس بنجاح دائم لماذا لأن إن حسبت أن نجاحه نجاح كما يدعي أو في وجهة نظره فأن راحة الضمير للمستقيم وقلق الضمير للخائن واحتقار الناس في المجتمع للشخص الخائن واحترامهم للشخص النزيح والمسئولية تمام أمام الله عز وجل تعتبر هي المقياس فإن كان المقياس جمع أموال فهو جمع أموال الخائن والمتملق جمع أموال ولكن أين حساب الضمير أين راحة البال أين نظرة المجتمع له كل ذلك يختلف عن الموظف الأمين وعن الموظف الذي قام بتأدية عمله على أكمل وجه وتحسب أن المال الحرام الذي يحصل عليه الإنسان القائن أو الموظف القائن والمتملق قل ما يفيد صاحبه يعني قليل ما يفيد وينفع هذا المال صاحبه وأولاده ننتقل ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى الفقرة الرابعة ألا وهي بعنوان القانون العام للنجاح في الحياة القانون العام للنجاح في الحياة أما القانون العام في كل زمان ومكان فهو أن النجاح في الحياة يتوقف على الأخلاق التي يستلزمها اعتدال في الحياة وضبط للنفس وجد في العمل وأمانة واعتماد على النفس وسقة بها وإخلاص للعمل وإخلاص لنفسه وللناس وصدق في المعاملة تنجح الأمة في عالم التجارة إذا حسنت سمعتها وحسنت معاملتها وحسن إنتاجها وتفشل إذا انهارت هذه الأخلاق يبقى ابناء العزاء نجد أن هذه الفقرة تتناول القانون العام للنجاح في الحياة كيف تنجح الأمة في عالم التجارة وكيف تفشل أو ما العوامل لنجاح الأمم في عالم التجارة وعوامل فشلها تنجح الأمة في عالم التجارة إذا حسنت سمعتها وحسنت معاملتها وحسن إنتاجها وتفشل إذا نهارت هذه الأخلاق ننتقل بعد ذلك إلى سؤال آخر ما القانون العام للنجاح في الحياة القانون العام للنجاح في الحياة أبناء العزاء هو الأخلاق الذي يستلزم أن يكون هناك اعتدال في الحياة وضبط للنفس وجد في العمل وأمانة واعتدال واعتماد على النفس وثقة بها وإخلاص العمل وإخلاص لنفسه وللناس وصدق في المعاملة بعد ذلك يا ابنائي ننتقل إلى نجاح الأمة في عالم السياسة وتنجح الأمة في عالم السياسة وتنجح الأمة في عالم السياسة إذا صدقت في وعودها وشرفت في معاملتها وخدمت الإنسانية بأغراضها فإن نجحت بغير ذلك فنجاح مؤقت ونجاح كنجاح الموظف القائن فلما يقول يا ابنائي أذكر عوامل النجاح الحقيقية للأمم في عالم السياسة تنجح الأمة في عالم السياسة إذا صدقت في وعودها وشرفت في معاملتها وخدمت الإنسانية بأغراضها فإن نجحت بغير ذلك فنجاح هذه الأمة في عالم السياسة نجاح مؤقت نجاح كنجاح موظفي الخائن الفقرة رابعة أبنائي تتناول الأخلاق الفاضلة تقوي النجاح ثم قد ينجح المرء في الحياة بسبب النبوغ العلمي النادر أو الزكاء العقلي اللامع أو القدرة الفائقة على إدراك الفرص وانتهازها ولو لم تدعمها الأخلاق الفاضلة ولكن حتى في هذه الأحوال النادرة لو كان لهذه المزايا الفائقة مستند من أخلاق فاضلة لكان صاحبها أكثر نجاحا فالأخلاق الفاضلة تقويه وتقوي نجاحه والأخلاق السيئة تضعفه وتضعف نجاحه يبقى ابناء في هذه الفقرة نجد أن الأخلاق الفاضلة تقوي النجاح إن وجد وتساعد الشخص على أن يحقق النجاح ويستمر ويدوم هذا النجاح فما الأحوال النادرة التي ينجح فيها المرء بدون دعم من الأخلاق أو كيف تكون لو لم ترتكز على الأخلاق الفاضلة عندما ينجح المرء في الحياة بسبب النبوغ العلمي النادر أو الذكاء العقلي اللامع أو القدرة الفائقة على إدراك الفرص وانتهازها وإن هي لم ترتكز على أخلاق فاضلة كانت عرضة لأن تتجه للعمل لشر الناس وإيزاء الناس يبقى أبناء العزاء من هذه الفقرة نجد أن الأخلاق الفاضلة تساعد على تحقيق النجاح وتساعد على تقوية النجاح في الحياة بكده أبناء نكون وضحنا بعض من أهم الأسس التي يسعى الإنسان للحصول عليها أو لتدعيم نفسه بها لكي يحقق النجاح بكده أبناء العزاء نكون قد وضحنا درس من دروس البلاغة ألا وهو التعبير وأنواعه والتشبيه وأركانه وانتقلنا إلى درس القراءة أسس النجاح في الحياة للكاتب أحمد أمين وعرفنا أهمية النجاح وكيف أن كل إنسان يسعى للنجاح وكيف استطاع الإنسان بأخلاق العظيمة أن يحقق النجاح أتمنى أن تكون قد استفدتم على موعد بلقاء آخر نلتقي أترككم في غعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته